صباح الفل يا اصدقائي يا رب تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي الميني ركيفي الحواوشي الميني الزغير اوي 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 اكيد كل الاطفال هيحبوه لان شكله زغنطوته جميل اوي وشيك كمان هنشوف المكونات هنعمل ايه الاول عندنا لحمة مفرومة بصل مفروم فلفل متقطع زغير اوي شوية لية زغيرين اوي معلقة فلفل اسمر وملح وبهارات لحمة ومعلقة من مكونات اه التدبيلة بتاعت الحواوشي اللي بتتباع جاهزة في السوبر ماركت هنشوف بقى مع بعضها هنجهزها ازاي الاول هنعجن اللحمة كده عجنة بسيطة ونحط قلية والفلفل والبصل وضيق الخلطة بتاعت الحواوشي وشوية ملح وفلفل وبهارات اللحمة بس كده مكونات بسيطة جداً هنقلبها كده كويس قوي مع بعضها في البولة مع اللحمة ونعجنها كويس قوي عشان اللحمة تتشرب كل المكونات بتاعت البصل والفلفل والتوابل ونغطيها كده لمدة ربع ساعة او نصف ساعة عشان تتشرب الخلطة كلها مع بعضها وبعد ربع ساعة كده نشوفها شكلها ايه هنلاقيها بقى التمام قوي كده بعد ربع ساعة نبتجي بقى ايه نجيب العيش الميني الزغير قوي ده عيش بلدي بصراحة انا ما لقيتوش في اي مكان في الدنيا بصراحة انا لقيتو عندما كان واحد بس سوبر ماركت اسمه سعودي فانا مش عارفة انتو عارفين ولا لا بس هو بصراحة عجبني قوي قوي في الحواوش خطير لانه صغير كده وشكله شيك قوي نجيب طبق بقى ونبتدي نحشي مع بعض ده رييف بلدي زغانطوت خالص شكله مغري جداً للأكل هنبتدي نحشي مع بعض كده انا بعمل كمية وبشيلها في الفريزر وبطلع منها على قد ما انا محتاجة احمرها او اسويها على الجريل وانا كلها الطريقة ان انا اشيلها في الفريزر ازاي هنشوفها مع بعض برضو عشان بيقعد فترة في الفريزر برضو بيقى جميل جداً يعني اي وقت حد جاء في اي وقت ممكن نطلع منهم محبة خمسة ستة كده ونسويهم على الجريل ويتاكلوا على طول ما بياخدوش عشر دقيقة على الجريل اصلاً نجيبي كياس نيلون نفتح الكيس نفرده على الآخر يعني بفتحه من الجنبين او من جنب واحد بيحس يبقى مفرود عشان لازم لما احط الحواوشي فيه يبقى فيه بين كل رغيف ورغيف طبقة بلاستيك عشان ما يلزقش في بعضي نحطهم كده بقيه عن بعض انا عايزة اقفلهم كده يبقى فيه بينهم مسافات عشان اقدر اتنيهم واشيلهم كده يبقى فيه بينهم بين بعض مسافات وميبقوش لازقين في بعض بين كل واحد وواحد طبقة نيلون واشيلهم كده في الفريزر يقعدوا معاك بقى اسبوعين تلات اسابيع يعني ما يعودوش كتير عشان العيش البلدي مش مفروض يقعد كتير في الفريزر كده شوفنا ازاي بنغلفه وازاي بنشيله نفرزه في الفريزر عايزين نشوفها نسويه ازاي كل رغيف بامسحه بالفرشة بطبقة سمنة وبفرشة مية يعني طبقة مية وطبقة سمنة قبل ما احطهم مع الجرال والجرال اللي تكون سخنة قوي ابتجي بقى احطهم بعد الجرال اللي ما تسخن قوي مش بياخدوا وقت خالص يعني انا بحطهم يتحمروا على الوشين وغطش الجرال اللي عليهم خمس دقايق يكونوا استووا بعد خمس دقايق على طول وبعد كده نطلعهم ونشوف جماله نشوف دلوقت الوش الناحية التانية يتقرمش وهو تحمر بقى اللونه طبعا خطير وجميل قوي نستنى عليه خمس دقايق ونغطي خمس دقايق والفة هنعليكو حبيبي